الحقيقة كل واحد فينا هو صنعة إيد أمه الأم هي اللمسة الأولى هي البيت الأول هي الحضن الأول الحنان والدعاء اللي احنا عايشين به لحد دلوقتي كل سنة وكل أمهات مصر ست الحبايب طيبين النهاردة 21 مارس عيد الأم اليوم اللي بنقول فيه كلنا شكرا يا أمي اليوم اللي بنفرحها فيه رغم أنه واجب علينا كلنا في كل أيام السنة إن احنا نفرح أمهاتنا لكن ده ما يمنعش إننا نحتفل بيهم النهاردة ونقول لكل الأمهات كل سنة وانت من وراء حياة ولادك كل سنة وانت دايما السند والحنان والعطاء بلا حدود ممكن إحنا دايما بنسمع كلمة محدش هيحبك قدي ولما بتكبر بتعرف إن دي ممكن حقيقة يعني الأمان هي الأم الحب هو الأم الحنية هو الأم كل الأوصاف دي ما يفعش إنك تقولها فأي شخص تاني غير شخص واحد بس وهو أمك بس كده ما يفعش تقول حد تاني هو مصدر الأمان في حياتي هو حد تاني هيحبني هيخاف علي أو هيحب تبقى أنت أحسن منه زي ما بيقول زي ما كل أم بتقول لأنه دي حقيقة كل أم فعلا عايزك تكون أحسن منها ما فيش حد تاني هيبقى عايز كده عشان كده في عيد الأم كل شخص بيحاول يرد يمكن جزء صغير كده من الجميل لأمه يمكن بهدية بكلمة بدعوة من القلب أي حاجة بنقدر عليها بنقول بنعملها النهاردة في عيد الأم كل سنة كل أم فرحانة بولدها ببرهم وبعطفهم وبنجحهم كل سنة كل أم شايفة نجحها في ولدها وشايفة تربيتها وتحقيق اللي هي يمكن السنين كده من العطاء ومن التضحية شايفة بيتحقق قدامها في ولدها أعرف بسانت مهما عملنا أو مهما قدمنا من هدايا النهاردة بشا نوفي طبعا أي حاجة من اللي الأم بتعملها لولدها يعني طول العمر رحلة الأم كلها هي رحلة من أول ما يبقى عندها الإبن أو البنت إنها إزاي تشوف زي ما أنت قلت يا بسانت ولادها أحسن منها يعني تحدي كبير جدا والأم شيء عظيم ومعنى إنساني عظيم جدا وكلنا لازم النهاردة نفتكر أمهاتنا واللي هم موجودين وسطنا ندعي لهم بالبركة في العمر وكمان الأمهات اللي توفوا وغادروا حياتنا لازم كمان ندعي لهم بالرحمة والمغفرة إن هم مش موجودين معانا لهم عايشين معانا وفي حياتنا الفكرة أو فكرة الاحتفال بعيد الأم مشاهدينا هي فكرة موجودة في العالم من زمان جدا من بدايات القرن العشرين بعض الدول بتحتفل بيه عشان تكرم الأمهات وتكرم فكرة الأمومة عندنا بقى في مصر وفي المنطقة العربية الفكرة جات من قصة شهيرة جدا للكاتب الصحفي الكبير مصطفى أمين في عموده الصحفي فكرة في هذا العمود قال مصطفى أمين تعالوا أيها القراء نتفق كده على يوم من أيام السنة كلنا كمجتمع مصري نحتفل في اليوم ده بالأم نخليه كده عيد قومي في بلادنا وبلاد الشرق وبالفعل تم اختيار يوم واحد وعشرين مارس علشان نقول في اليوم ده شكرا يا أمي نحن النهاردة كمان هنحتفل بعيد الأم ونحتفل كمان بالأم الفلسطينية اللي بتقدم نموذج من النضال والتضحية بلا حدود الحقيقة أن في كل مكان في فلسطين هتلاقي أم صبورة أو أم الشهيدة أو أم الأسيرة أو أم نفسها شهيدة هتلاقي وسط كل ده في قوة وصمود وتمسك بالقضية بشكل غير طبيعي هتلاقي كل فلسطيني عنده نزعة وطنية رهيبة بتشوف أن كل اللي بيمروا بيه ده ومع كده هم متبسكين بأرضهم جدا لغاية آخر نفس لغاية ما بيستشهدوا فعلا ده جاي منين؟ ده جاي من أم بتزرع بتربي بتكافح في نضال فيه يعني صمام أمان كده للأسرة وهي الأم الفلسطينية احنا ما نقدرش النهاردة نعدي احتفلنا بعيد الأم من غير ما نقف عند الأم الفلسطينية وعند العقيدة اللي بتدخلها وسط ولادها ونحتفل بيها ونحييها طبعا هي أم استثنائية وعظيمة عظيمة بكل المقيس الأم الفلسطينية والنهاردة الصباح الخير يا مصر حنامل ده حنحاول نكرم كمان الأم الفلسطينية لأن الأم دي مشدودة للأرض منحازة للأرض زي ما بسانت كانت بتقول بتربي أولادها أن هم يتشبثوا بأرضهم محمود درويش كان بيقول أن الأم الفلسطينية دي هي سيدة الأرض كان بيوصف فلسطين أنها سيدة الأرض في كل مكان في غزة أو فلسطين حنلاقي أم شهيد حنلاقي زوجة شهيد أخت شهيد بنت شهيد فالأم موجودة بمعاني البطولة والفداء بشكل كبير جدا الأم الغزوية كمان الفترة اللي فاتت خلال الحرب الغشمة على غزة تحملت أهوال كبيرة جدا يعني كلنا شفنا الفيديوهات وشفنا أهلنا في غزة مئات الأمهات استشهدوا الألاف منهم أصيبوا تحملوا مصاعب كبيرة جدا وهم بيبحثوا وسط الركام عن رفاة أبنائهم لكن كانوا بيقفوا بتحدي وصمود ضد العدوان شفنا كتير من الصور اللي بتوضح مدى قدرة وصلابة وقوة الأم في غزة وفلسطين شون جدا محمد إحنا النهاردة يمكن هيكون معاني احتفاء خاص بالأم الفلسطينية وكفحها المستمر وإزاي بتحافظ على الروح الوطنية في أجيال وأجيال وراء أجيال لدى الفلسطينيين إزاي ده بيحصل إيه العقيدة دي إزاي بتقدر تدخل الروح الوطنية دي في تربيتها لولادها هنشوف كل ده النهاردة وإحنا بنحتفي بكل أم كل السنة وإنتوا طيبين وكل السنة وإنتوا كده بتكفحوا كل السنة وإنتوا يعني دايما كده في تطحية لأولادكم ودايما عايزين تشوفونا أحسن ناس بنصبح عليكم مرة تانية وأهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر